هذا السؤال يقول كانت هناك مشكلة مع زوجته و مع ضغط العصاب و التوتر اثناء المشكلة طلقها مرة و هي في الحيط فلتحتسب طلقة أم لا أولا لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في فترة عذرها الشرعي لا يجوز و من طلق زوجته في فترة عذرها الشرعي فقد أثم و انتهك محارم الله سبحانه و تعالى لا يجوز بيحال من الأحوال أنه يقوم بهذا الفعل إذن لابد أن الإنسان يعلم بأن هناك أوقات محددة للطلاق لا يطلق فيه وقت من أراد أن يطلق لابد أن يطلق في فترة طهر لم يمس زوجته فيه أما إذا كانت هذه المرأة في فترة عذرها الشرعي فلا يجوز له الطلاق و من أوقع الطلاق فإن الطلاق يقع و لكنه آثم بطلاقه إذا كان قد وصل إلى حد من الغضب أنه لا يعي ما يقول و تفلت الطلاق رغما عنه و اختلت أقواله نعم نقول في هذه الحالة بأنه لا يحسب الطلاق لأنه قد اختلت أقواله و لا يعي ما يقول و لا يستطيع أن يمسك لسانه و تفلت الطلاق رغما عنه إذا وصل إلى هذه الدرجة من الغضب و التوتر و مع ذلك نقول الأولى بك أن تذهب إلى الجهة المختصة في لجنة الافتاء لأحوال الشخصية حتى يتم التدقيق في هذا الأمر و إعطائك الجواب الدقيق الذي يتلائم مع هذه الحالة المعروضة